هنا في قلب القديم يقدم الفنان عبدالله ما جديده وهو عمل غنائي صور بعض لقطاته في قرية الحومة القديمة بمنطقة القلعة وهو عمل يغني فيه الفنان باللغتين الأمزغية والإيطالية في عمل يدعو لوحدة الصفة والكلمة بين الليبيين اليوم هنا في جبل نفوسة بالتحديد في مدينة يفرن وتوفي قاعدين في القلعة لأن مشهد مشاهد اللي نصور فيه في الفيديو كليب حيكون هنا في القلعة في منطقة الحومة الفيديو طبعا لغنية بصفة عملية مازيغية في اللغة الأمزيغية والإيطالية الأغنية عنوانها شد إيد بإيد وهي الترجمة العربية لأطفد فوس فقوس باللغة الأمزيغية كتب كلماتها محمد إيسى أبو دية ومن إخراج حاتم العلاقي الفكرة ستكون تحكي على الحياة الأمزيغية العادية الطبيعية طبعا أنا عربي مش أمزيغي لكن حبيت منين نحفظ لغة الأمزيغ ونغني لغنية لغنية اسمها أطفد فوس وكفوس اللي هي شدوا ديكم في بعضكم طبعا مش تحكي على عنصرية لكن تحكي نحن لازم نحبوا بعض من الناس كلهم يحبوا بعضهم مش طبعا ليبيا بس نحكي على العالم كله بسفة عامة لأنها هي بالإيطالي وبالمازيغي عبدالله حيماء المعروف الوسط الفني بأبس هيماء قدم أكثر من ثماني أعمال باللغة الإيطالية التي يتقنها بحكم إقامته في إيطاليا موسيقى 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 موسيقى